السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى آله وصحبه ومن وآله أديني دي على علاقة الله حلقة 55 كفال 55 تا دي مساومات فكرو ريش عراس لرقبات والمغريات اللي كله ينفعت هذا بس نساومه حتى بحتى حتى مقابل حتى نيبلو ومساومات اللي يمكن نقبل بيلوك دي بلا مساومات فكرو لك فعلت دي بلدتها قيت لك فالله مساومات وتنازلات لتبلت رأسا لتفاصيل لنا يدى مساومات قمو ولما فشل المشركون في هذا الإقراء والترقيب فكرو في المساومة في الدين فقالوا صلى الله عليه وسلم نعرض عليك خسلة واحدة لك فيها صلاح رأيبنا قلكا ولا ان شاء الله قلكا صراح بديبا ممكن تقبل لبا بيلوك قال صلى الله عليه وسلم وما هي ميتة طيب لفكراتكم عندما بلوهبو نيتة طيب لما النبي صلى الله عليه وسلم رأيقبل على وحقول ان حق بديبو على مسلو وبرهان بو وببرهان وبحق وبدليل حاجة الجوم على ورب الأيود على عشان كده انسان رأي لبو وهو اسمع ميال لبك سامع منو انو سامعك منو حربا لسدي بو بحق لفا اتحتيتا قالوا تعبدو آلهتنا سنة ونعبدو إلهك سنة فإن كان على الحق أخذت منه حظا وإن كنت على الحق أخذنا منه حظا خلاص سنة حتى ربك نعبد وسنة ما حتىين انت ربنا عبد سنة لحتى حين لآلهتنا كله كم ربوا بموتهم ربنا عبد وسنة لحتىين إلى ربك نعبد وخيرن بدبو لنائنا انتت ناسي منو ولا لامان ايك خيرن بدبو احنا ناسي منو وبلك إما سرنا التفكر سربيلو الله سبحانه وتعالى يعني قرآن دب النبي صلى الله عليه وسلم قال فانزل الله تعالى قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم وليدين لسورة الله تكرت كم سألهو الذي بسورة الكافرون كم سألهو كمان بسورة الزمر آيات تكرت قل افقير الله قل افقير الله تأمروني اعبد ايها الجاهلون وانزل ايذن قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله دي بسورة الان عام قلم كلا لغيهم لا يتوافق ولغيهم لا تنكر ولغيهم لا تبطل آيات اقلمي الله سبحانه وتعالى لعبادتنا لا استحقا وديائما لاتعبد وكمه تفتا سبحانه وتعالى لاتعبد وررب العالمين تو النبي صلى الله عليه وسلم لأكم بالله وربي إلا آيات بأيدي وكان المشركون حريثين على حسم الخلاف آملين ما رجاه عتبة بن ربيعة فأبدوا مزيدا من التنازل ومالوا إلى قبول ما يعرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن اشترطوا بعد التعديل والتبديل فيما وحيى إليه فقالوا ايتي بقرآن غير هذا أو بدله خلاص هتون بدير طبعا لمن دوبنا يوم قايس على بالوريد عتبة بني ربيعة فبدير اللي هي أبا وبدير اللي هي جسنا النبي هلوم على وديما اللي آيات اللي سامعو بيلو خلاص ديحنا نسمع منك لكن اللي آيات اللي أنت ما تباه لك إلا بدله ربي قررت على تباه لها اللي إلا بدله حينا نسمع منك بيلو شوية دا نوع من ارتخاء ونوع من قبول والدقب او والله يعني بدايتنا مفاوضات كمسا اليهود لكن الله سبحانه وتعالى ما أمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إتنا بقرآن غير هذا أو بدله أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي أن اتبع إلا ما إن اتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم وإذا تطلع عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم لن عيات كاريت أنا يبدل ويوده واربيه يعسه كمهت أمريني كمهت لك رأيي ونبهه الله تعالى على عدم هذا فقال وهو يذكر بعض ما دار في خلد النبي صلى الله عليه وسلم من الخواطئ حول ذلك وإن يكاد ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذن لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم تقفوه تأغلوه تروحوه مهل ليد طلع الله سبحانه وتعالى عليك سبت يو رب العالمين وإلو قوله بأيديو يقل لتوم تمر أدوم كي يجيس يقل لهم وتمر أدوم كم يجيس الله سبحانه وتعالى بالآيات أجيديو بالآيات سبت يو وحي باللمات أيوه وإن يكاد ليفتنونك عن الذي أوحينا لوحي حينا لعمتعنوك لقرآن دي ببدلو لقعير لبلوك لو منقل فتنوك حدا ومن قبي علينا غيره وإذن لا تخذوك خليلا اللو ديك من قبي خليل وزعيم ودي بشركم قلت ودقته ولولا أنثبتناك إحنا يعني ثبات ابناك وأسكوم يتميل وأسكوم يتقيس وأسكوم لقيس والذين لبدل يعني ضعف الحياة ضعف الممات وحر نصير يركب لكن الله سبحانه وتعالى نصير لقبء ودي برب الله التنكبه ودي برب الله التقعه وكتاب رب الله تمسكه الله سبحانه وتعالى يسبوته في الدنيا ويسبوته في الآخرة ويكون النصر حليف بإذن الله عز وجل بهذه المواقف السالمة تبين المشركين النبي صلى الله عليه وسلم قائم بالدعوة إلى الدين وليس بتاجر حتى يقبل المساوم أو التنازل في الثمن فأرادوا التأكد من ذلك عن طريق أو عن طريق آخرين أو طريق أخرى فأرسلوا إلى يهود يسألونهم عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لهم أحبار اليهود سلوه عن ثلاث فإن أخبر فهو النبي مرسل وإلا فهو متقول سلوه عن فتية ذهبوا إلى فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم فإن لهم حديثا عجبا وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومقاربها ما كان نبأه وسلوه عن الروح ما هي حتى كنت قد قبوا خلاص النبي صلى الله عليه وسلم وساومت بيقبل وتنازل يقبل إنسان تاجر إيكو إنسان مال لحد إيكو إنسان أنس لحد إيكو إنسان قرآن يبدل إنسان حتى ألبو إنسان مبدأ بو قيمت بو رسالت بو سابتو وسكره بيهو ركب إلا رسالتو قلع بطيحتو كمسال عامرو لا يهود سبدين علو بديل سبتورات علو ديبوم لأكو وبيل يوم 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 كمسال كمسال حاسل هلا أمرنا يوميت كمسال بيالوهم لا يهود هيين بيالوهم من ثلاث سنعة تسألو ولاد علو بدري فقروا إلا هم ولاد وقيسوا من زمان وقيس علو إلا هم ولاد قل لهم لا قيسوا لأمرنا يوم ميت بلو وكمسالي هما إناس على وإناس اللي إناس لمدر كل كل كله على طوف على لقعد على إلا ما إناس اللي هيني ميت بلو ولا سأل ساي من الروح سألو ميتا الروح روح ميتا من قل لن سألو لن سألو 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 جاوبك كم من قبي نبيتو ويجاوبك كم من قبي متقول تساكد لتهاقي كم أنتم تقول للي كم شكرا شعير كرا سحير كرا كهناتو اللي بعلو تبيه لهم وتوم هيني قيسوا فعلا قل النبي صلى الله عليه وسلم سأله فسألته عذما قريش فسألت عذما قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت سورة الكهف فيها قصة أولئك الفتية وهم أصحاب الكهف وقصة ذلك الرجل الطواف وهو ذو القرنين ونزل في سورة الإسرائي الرد على سؤالهم عن الروح هو قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أنب ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا النبي صلى الله عليه وسلم توالي جوابه يوم الله سبحانه وتعالى يقول لك قصة الله يقول لشأن اللي سورة الكهف كريت وأسأل يوم شأن أصحاب الكهف الأولاد لقاء يسام العلو قلهم ميتهم ولا قصتهم مطأت اللي حتيتا كال إيدكم سريهم يني لناس لطوافل ودل على ناس لك قدل على اللي قاعد لعلا كانا كان بقصة العلا وجولات لودعلا وقيس لعلا طواف ودعلا اللي هيني ذو القرنين تو بلا ننكر الجواب بلا ننكر السؤال بلا ننك إن جاوبوا ولا سؤال لا سهل ساهل يعني ربي سبحانه وتعالى برضو دي سورة الإسراء اللي آيات كلا يسألونك عن الروح ديبون نروح سألكم الآن الروح من الأمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا بيليهم وابلا النبي صلى الله عليه وسلم ربا أيديه ألا سأل السؤال جوابي وكان هذا الاختيار يكفي لاقتناء قريش بأن محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا لو أرادوا الحق ولكن أبى الظالمون إلا كفورا أبو إلا ثلاث حجية إلا كافيات علي قل النبي صلى الله عليه وسلم كمسن نبيته ورسولته لتقنعهم قل مي سؤال نصهم طلبوا ولا جواب الله سبحانه وتعالى هاكم سأل لأيديوك إن جواب مطأ يوم وجواب يوم واللي يعني إعجازته المفروض حقهما إلا حقه الله اللو ودعه وكأنهم لما تدحت لهم الحقائق وتبين لهم الحق أبدوا بعد المرونة فقد أبدوا استعدادهم الاستماعي ما قال وما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنهم يستجيبوا ويقبلون ولكن اشترطوا أن يخصص لهم مجلسا لا يحضره ضعفاء المسلمين وهم العبيد والمساكين الذين سبقوا إلى الإسلام وذلك لأن هؤلاء الكفار الذين طلبوا بذلك كانوا سادة مكة وأشرا فيها فأبوا واستنكفوا أن يجلسوا معهم أو أن يجلسوا مع هؤلاء المساكين الذين كانوا أصحب الإيمان والتقوى طبعا دي بقللو كدل لها دي هتوم خلاص أمروا أن النبي صلى الله عليه وسلم يلو جياتي لنا بالله لك ما يهود لجاوبوا يوم ولو سألوا وجاوبوا يوم النبي صلى الله عليه وسلم قل اسمعوا منو أنبتو لكن بيلو كده ناسئل ناسئلو كان نتقسك نسمع منو زيادة لكن التمجلس عمينا نتقسك مسلو لدعفاء ولا مساكين ولا خدم ولا موالينا يوم باكم يلتقسون بيلو قل مي يعني نفسهم إعزة ترأوها لهم يلتقسون لحد دعالو لوجهها ولا سادات والعبي والأشراف ولا أكان أكان لبهم أنتما يجتمع وجهت لما قدمتنا يعد ثم تباكم لقسون لحد دعالو وأبو لهم يلتقس باكم والنبي صلى الله عليه وسلم تشبه وفوق على ورقبت على تقلو يلتقسم مسلو وقل اسمع منو وكأن النبي صلى الله عليه وسلم رقب في استجابة مطلبهم هذا بعد الرقبة رجاء يؤمنوا به فنهاه الله عن ذلك وأنزل قوله لكن الله سبحانه وتعالى نهاي يجب إلي وقرآن كرى والله سبحانه وتعالى بإلى جب سورة الأنعام ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة